رسميا تحويل تسمية أنساج للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية هذا ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية فماذا سيتغير؟ الهدف نجد تسمية علامة نعودها لأنه الدور على الجهاز تغير في مرحلة الأولى الجهاز كان موجه فقط للبطالين الآن الجهاز ولا موجه فقط للبطالين أولا كان فئة جديدة تم استهدفها في هذا الجهاز أولا عندنا مثلا الطالباء الموجودين في الجامعة كان طالباء موجودين في الجامعة ما يغفركمش أنه تقريبا في الخمس سنوات هذه الأخيرة تولدت ثقافة جديدة تعمل قاولتها داخل المؤسسات الجامعية من خلال المحاضن من خلال زنكي باتول هذه الموجودة داخل الجامعة ذلك الشباب أصبح يليج إلى علم مقاولتها وريادة العمل إضافة إلى هذه التسمية المرسوم حدد تنظيمها تشكيلتها وطريقة عملها لإنجاح المشاريع الجديدة الوكالة على أنه تقدر توضع تكتلت عن مؤسسات صغيرة كيندل تكتلت عن مؤسسات صغيرة تولي عندها قوة ضاربة قوية فبتالي تقدر تريد إلى طالبيات المؤسسات الكبرى لأنه سابقا المؤسسة الصغيرة لما تتوجه إلى مؤسسة كبرى بالشدة طالبية تحامل في إطار 10% يقولوا بأن هذه المؤسسات ضعيفة الآن لما نشكل هذا التكتلت عن المؤسسات الصغيرة يولي تكتل كبير فبتالي يقدر يتنظموا ويتحصلوا على طالبية ويوسعوها فيما بينهم ويقدر يلبيوا هذا الاحتياج كذلك من الأشياء الجديدة التي جلبتها الوكالة على أنها تنشأ مناطق صناعية خاصة وخلافا للماضي المشاريع المتعثرة يمنح أصحابها ضمانات أكثر لمرافقتها في حالة الفشل من خلال استحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب المقاول التنظيم الجديد يقدر يعطي فرصة لهذه المؤسسات المتعثرة ليس نقول عن المؤسسات التي باعت العتاد التحى لا، أنا أتكلم عن المؤسسات المتعثرة تقدر تريج إلى الوكالة ثم تدي تمويل وتعاود تعطي ديلميزة نيفو تعال معناها شغل ديلميزة نيفو تعال العمل التحى وتعال خادمة التحى وتعال أهلات لكي تقدر تدخل إلى السوق مرة ثانية خطوة الحكومة في تغيير وكالة أنساج شكلاً ومضموناً قرار من شأن إحداث القاطعة مع ممارسات الماضي عبر التعامل مع هذه المؤسسات وفق رؤية اقتصادية مدروسة بعيدة عن العشوائية في منح القروض